موسيقى للرجال ذكاء يتقد حينما يضيق بهم الأمر مع النساء ومن أطرف ما سمعت في ذلك حكاية نصيب بن نوفل وامرأتي يحكون أن نصيبا هذا كان رجلا فقير الحال في بادي أمره وكان متزوجا من امرأة سوداء كانت تدعى أم محجن أم محجن؟ أجل ويحكون أن نصيبا اشتغل زمنا بالتجارة فأصاب مالا كثيرا وأصبح في راغد من العيش وتطلع إلى أن يمتع نفسه واشتاق إلى البياط فتزوج امرأة سرية جميلة بيضاء فعرفت زوجته الأولى وغضبت غضبا شديدا وغارت غيرة بالغة كيف تغارين علي يا أم محجن؟ ما مثلي والله يغار علي وإني لا شيخ كبير؟ وهذا ما يزيد من غيرتي فما بال الشيخ كبير يتزوج صبية بيضاء بطة نجدة في ريعاني شبابها يا أم محجن يا أم محجن أنا تودين لي بعض السعادة وقد عشت شبابي وكهولتي أعمل وأتعب وأشقى كي أسعدك وأوفيك حقك يا أم محجن لا أحد ينكر أنك الصاحب فضل يا نصيب والحق يقال فأنت كنت كريما معي دائما وما أحد والله أكرم منك علي إذن فما أحد أوجب حقا عليك مني يا أم محجن لست أنكر يا نصيب حقك عليك إذن أرجو أن تجيزي هذا الأمر ولا تكدريه عليك لست أريد أن أكدر عليك حياتك يا نصيب فإن كان زواجك الجديد وهذا يسعدك ولا يغيرك عليك فلا بأس عليك همض الله لي في عمرك يا أم محجن إذن فقد زال غضبك وراضيت بزواجي راضيت يا نصيب وأدعو لك بسعادة كنت أعلم أنك ستقرين علي هذا الزواج يا ذات القلب الطيب ووالظاه لو أنك عرفت سليمة وعاشتها لتوثقت من طيبة قلبها يا نصيب تريد أن تجمع بيني وبينها في دار واحدة ذلك أصلح لذات البين يا أم محجن اسمعي خذي خذي هذا الدينار خذي هذا الدينار خذي لك خاصة ولا تخبري سليمة بأمره عاشت لي يا نصيب أريد أن يظل تفضيلي لك سرا بيننا حقا يا نصيب تحبني أكثر منها ومن أحب أكثر منك يا طيبة القلب يا كريمة يا غالية لا تنسي سأروح الآن لآتي بسليمة فيا حبذا لو أعددت لنا غداء شاهيا لتعرف سليمة أنك كريمة جيدة سأعيد لك أطيبة طعام سأشتري بالدينار لحما وفاكها وخرج نصيب وراح لزوجته الجديدة البيضاء وأخبرها باتفاقه مع أم محجن على أن يعيش الجميع معا في دار واحدة وأخشى يا سليمة أن تفضل عليك أم محجن فاخذي هذا الدينار واشتري به هدية مناسبة لأم محجن تقدمينها إليها حين تدعوك إلى الغداء سأشتري لها هدية جميلة بهذا الدينار لكن إياك أن تخبريها لأني أنا الذي أعطيتك الدينار ولماذا لا أخبرها؟ لأني أخطصك أنت وحدك بهذا الدينار حقا؟ حقا يا قرة العين يا بيضاء يا بضاء إن قلبي يحبك أنت ويفضلك أنت عشت لي يا نصيب وعشت لي يا سليمة هيا أعدي حاجاتك وسأمر عليك بعد ساعة أخذك نتغدى عند أم محجن وخرج نصيب يزور صاحبا له يطلعه على الأمر ويسأله النصيحة نعم يا أبا الحسين وسأجمع بين الزوجتين في دار واحدة تهيأ تهيأ منذ الآن إذن للشجار والنقار والصياح من الليل حتى الصباح لقد فكرت في حيلة تجعل كل واحدة منهما تظن أني أفضلها على الأخرى وأني أكتم ذلك في نفسي فتكتم هي الأخرى ما بنفسها وقلبها وما هي الحيلة يا نصيب؟ ستعرفها اليوم بعد ساعتين حين تأتي لزيارتي في بيت أم محجن أنا أذهب لزيارتك؟ نعم فإني أدعوك اليوم للغداء معنا أنا وزوجتي لكني أطلب منك فضلا لن أنساه لك أطلب أطلب أنفذ لك ما تريد يا نصيب بعد ساعة تمر على دار أم محجن وأكون أنا هناك أفتح لك الباب وأدعوك إلى الغداء تتمنع أنت قليلا ثم تدخل لتتغدى معنا فإذا انتهى الغداء تسألني من أحب إلي أم محجن أم سليمة؟ هات الفاكهة يا أم محجن لا 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 ليس الآن لقد امتلأت والله وما ألذ طعامك يا نصيب؟ هنيئا مريئا يا أباك وسليمة بل هنيئا لك أنت بزوجتيك أم محجن وسليمة الحمد لله فهل لي نصيب أن أسألك سؤالا قد ترى في الجواب عنه حرجا؟ سل نرى ما يكون من أحب زوجتيك إليك؟ نعم ماذا تقول؟ من أحب زوجتيك إليك؟ أهي أم محجن أم هي سليمة؟ سبحان الله تسألني هذا السؤال وهما يسمعان؟ بل أقصد أن تسمع إجابتك فقل قل ولا تخف شيئا قل أعفني يا صاحب أقسمت عليك لا تخبرني والله والله لا أعذرك ولا أقبل أن أعف عنك ما دمت أقسمت أقول لك إن أحبهما إلي هي هي من؟ من يا نصيب؟ هي من أعطيتها الدينار نعم من أعطيتها الدينار لم أفهم شيئا وأنا لن أزيدك على هذا وكتمت كل منهما ضحكة في صدرها فكل منهما كانت مسرورة تظن أنها هي المقصودة وأنه كان يعنيها بحبه واختصاصه وأذكى من نصيب في التخلص من مثل هذه الورطة أبو الحسين بن عتبة وهو أحد أذكياء القضاء وكان كذلك من الظرفاء وهو يحكي يقول إنه تزوجت ابنة عم له وكانت موسرة ذات مال وحسب لكنها كانت عاطلة من الجمال فكان أبو الحسين يأخذ من مالها ويتزوج سرا فإن بلغها الخبر كانت تغضب وتهجر وتمنع عنه مالها حتى يطلق تلك التي تزوجها سرا ويحكي أبو الحسين يقول إنه كان حين يطلق من تزوجها سرا تعود زوجته وابنة عمه إليه مرة ثانية وتعود حياته مسيرتها الأولى ويعود أبو الحسين زوجا طيبا صالحا مخلصا لزوجته حتى يصادف حسناء أخرى تأخذ عليه شغاف قلبي فيأخذ مبلغا طيبا مما لزوجته وابنة عمه ليعود مرة أخرى ويتزوج سرا وتمضي الأيام فينكشف أمره وتعرف زوجته فتغضب وتهجر وتمنع عنه مالها فيطلق فتعود إليه يقول أبو الحسين وطال ذلك علي حتى تزوجت مرة صبية حسناء وافق طبعها طبعي وأحببتها حبا ملك علي فؤادي وملأ علي حياتي وخشيت أن يبلغ أمر زواجي بها ابنة عمي فتهجرني كعدتها وتضيق علي ففكرت وفكرت في حيلة تبقي علي هذه الزوجة الجميلة الحبيبة وواتتني الفكرة قلت للصبية الحسناء حبيبة القلب أنت تعرفين يا ورد أني أحببتك حبا ملك علي فؤادي ولم أعد أطيق البعد عنك يوما واحدا ولا أنا يا ابن عدل وأنت تعرفين أني تزوجتك سرا وأنا راضية قانعة بما يرديك وقد حدثتك بأمر زوجتي الأولى وابنة عمي وعرفت أنها ذات حسب ومال نعم عرفت وتعرفين أننا ننفق من خيرها ومن مالها ليت لي مال كنت دفعته إليك ما لهذا أقصد يا ورد لكنني أريد قبل أن يصلها خبر زواجي منك وقبل أن تغضب علي وتهجرني وقبل أن تمنع عني المال أريد أن نحتال بحيلة نمنع غضبها وهجرها لو عرفت بزواجي منك وكيف يكون ذلك؟ أريدك أن تتزيني بأفخر زينة وتلبسي أغلى الملابس ومن أين آتي بالزينة والملابس الفاخر؟ استعيري من كل جارة قطعة ثياب أو قطعة زينة حتى تكتمل لك الهيئة الجميلة وتبخر بالعنبر حتى تصبحي مثل بناة السلطان وبعد؟ تذهبين إلى دار ابنة عمي دار القديمة وتطلبين مقابلتها ماذا أقول لك يا مولاتي؟ أخشى أن أوزي حسك أو أحزنك بشيء قد تغضبين من أجله فماذا يبكيك؟ تكلمي فقد تجرت والله لو سمعت حكايتي قد تعجبين فهي حكاية لو كتبت على أماق البصر لا صارت عبرة لمن اعتبر قولي يا امرأة وخلصيني ما حكايتك؟ قد تزوجت ابن عمي من سنين فأنا امرأة ميسرة ذات مال وحسب وكانت حياتنا في أول زواجنا سعيدة طيبة لكن ما كاد الزمن يمضي حتى اكتشفت أن زوجي كلما حلت في عيني يا حسناء تزوجها سرا بغير علمي؟ نعم بغير علمي لكن بمالي بمالي يتزوج من غيري هل تصدقيني؟ نعم نعم أصدق يتزوج سرا بمالك ها ثم بعد في المرة الأولى لم أكد أصدق حين بلغني الخبر لكنني حين استوثقت من الأمر هجرت وضيقت عليه ومنعت عنه مالي حسنا فعلتي هكذا يكون العقل فماذا كان بعد ذلك؟ اضطر أن يطلق من تزوجها سرا ها فلما علمت أنه طلقها عدت إلي ها وعادت حياتنا مع انسيرتها الأولى لكن ما كد يمضي شعر حتى علمت أنه تزوج من أخر سرا آه تماما تزوجها بحر مالي وأخذ ينفق عليها من أموال فضيقت عليه واجرته لا بل جئتك اليوم وأنت امرأة القاضي جئت أحكي لك حكايتي لتسألي مولانا القاضي معونتي وإنصافي من مثل هذا الزوج حسنا فعلتي والله إنها فرصة نادرة ولقد وافق أمرك أمري هل تسمع يا مولانا القاضي ما قالته هذه الصبية فتحكم بأنصافها؟ وهل استوثقت من أن زوجك قد تزوج عليك هذه المرة سرا؟ نعم وكيف استوثقت من ذلك؟ كل الناس قالوا هذا ألم تسألي زوجك نفسه؟ لم أسأل إذا ربما ظلمته يا صبية فهو ابن عمك وهو زوجك وكان يجب عليك قبل أن تحكم عليه أن تسأليه؟ إن الحسد كثيرون وطلاب الخراب في كل مكان وسأل زوجتي هذه ها هي أمامك؟ لولا أن عاد إلي عقلها واتزانها وحكمتها فأصبحت لا تصدق إلا ما أقره لها وها أنا أقسم أمامها لأول مرة وأقول لها أقسم إنه لو كانت لي زوجة خارج مجلسي هذا فهي طالق ثلاثا